ازاي اكو؟ يا رب الجماعيكم بخير الفيديو بتاعي النهاردة هتكلم عن شكوى جتنا من كذا ام ابني بيخاف من كل حاجة لازم كل حاجة انا اللي عملها له دايما عايزني ابقى جنبه لو بيعمل حاجة بيبقى خاف لو دخل الحمام لازم حد يروح يفتح له النور فاحنا النهاردة هنتكلم عن الطفل الجبان هنتكلم عن الطفل الجبان الولد او البنت بيخاف قوي كده وبيبقى جبان بسبب الطريقة اللي احنا بنتعامل بها معاه طيب حاجة كمان بلاش يعني احنا اللي نعمل من ولدنا يعني ناس ما بتعرفش تعتمد على نفسها وناس ما بتعرفش ما عندهش الثقة في نفسها ان هي تقدر تتعامل مع الناس من غير وجود حد يحميني سواء بابا او ماما فلازم انا في اوقات كتير جدا طريقتنا احنا في البيت بتخلي ولادنا يطلعوا مش عارفين يتعاملوا مع اي حد برا وبيخافوا من اي حاجة فاحنا النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن الطفل الجبان ايه اسباب ان ابني يكون جبان ومهزوس كده اول حاجة القلق الزيادة من ماما وبابا لازم كل حاجة ماما اللي تعملها لازم كل حاجة بابا اللي يعملها يبقى اول حاجة القلق الزيادة ان انا دايما افلى على ابني او بنتي دايما خايفة من كل حاجة ما بسيبوش يتعامل لوحده خالص ودي حاجة من الصح هو احنا خير الامور الوسط في التعامل ناخد بالنا من حاجات كتير وحاجات تانية لازم اسيب ابني يتعامل فيها لوحده تاني حاجة غير القلق الزيادة من بابا وماما تاني حاجة ان كتير جدا بيحصل مشاكل بين بابا وماما قدام الاطفال وده بيخلي الطفل دايما خايف من الصوت العالي دايما لما يسمع حاجة خبطت مرة واحدة يروح مهزوس كده والان تمام بعض الاطفال يعني يبقى تاني حاجة قصرة المشاكل في البيت ان فيه مشاكل كتير وناس صوتها عالي بابا صوته عالي اوي وماما صوتها عالي اوي وخناء كتير تمام تالت حاجة ان انا دايما بدي كلام عبارة عن تحذير حاسب ابعد عن ده ما تعملش كده انت كده هتتعور انت كده هتحصل كذا انت كده مش عارفه ايه دايما عمال احذر ابني احذره 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 طبعا انا كده بخوفه من الحاجة ما خلتهش اصلا يحاول يجربها يبقى تالت حاجة ان انا دايما بديله كلام او تعبيرات تحذيرية حاسب ما تعملش كذا حاسب اعمل لا هو انا مينفعش اقول لابني ان انت لو عملت كذا هيحصل لك كذا لا هو لازم في حاجات هيجربها لوحده صح والله علط لازم اسيبه احاول اديله المساحة اللي يقدر يتعامل ويتصرف فيها لوحده السبب اللي بعد كده ان انا دايما بتدخل في كل حاجة مع ابني انت صحابك النهاردة في المدرسة عملوا معك ايه انت اكيد اتضربت عشان انت جبان دايما بقول للطفل اللي هو بيبقى خايف بيبقى سبب خوفه او جبن بتاعه ده بابا او مامته ان دايما بنقول لولدنا اللي يضربك يضربه لو الولد ما ضربش اصلي انت جبان اصلي انت خايف لا يضربك اصلي انت خايف لا يعورك كل دي حاجات بتخلي الطفل يتهز اكتر ولو ما بقاش مهزوز وجبان هيبقى عنيف جدا يعني انا اللي بعمل من ابني او بنتي ان هو يبقى عنيف قوي او ان هو يبقى جبان جدا تمام كمان ان انا دايما بخلي ابني مثلا انا معايا في النادي وحد ضربه اخد ابني واروح اخلي يضرب الولد ده وانا واقفة او سواء ماما او بابا واقفين طيب انت خلته يضرب الطفل ده وانت واقف هل بعد كده لو الموقف ده حصل في مدرسة او انت حضرتك مش موجود معايا هل هو هيقدر ياخد حقه وهل هي دي الطريقة اللي انا اعلم ابني بيها انه ياخد حقه لا دي برضو مش حاجة صح فكده دي اسباب ان ابني او بنتي بيكون جبان ومهزوز طيب نتعامل ازاي بقى اول حاجة ان انا لازم اوفر الامان والحماية الابني وفي نفس الوقت اسيبه يتصرف في مواقف معينة يبقى هنمشي الحاجتين مع بعض اوفر له الامان والحماية وفي حاجات لازم اسيبه يتصرف فيها لوحدها بناء على ان انا بكون معلماء يتصرف ازاي طيب الحاجة التانية لازم اتكلم مع ابني اتكلم مع ابني في طريقة ازاي ادفع عن نفسي لو حد قرب لي ادافع عن نفسي مش ابدأ انا بالضرب او لو انا اضربت اضرب لا هو انا ما هسمحش اصلا ان حد يضربني هافهم ابني ان انت ما تسمحش اصلا ان حد يضربك لو حد يجي يضربك لا زقه لا زيحه ابعده عنك طيب حاجة كمان ان انا بلاش اتريع على ابني ما اصلا انت جبان اصلا انت بتعرفش تعمل حاجة لوحدك اصلا انت بص خايف ازاي خايف تدخل من غير لا المفروض اطم منه مش اهزه اكتر يعني هو مهزوز اصلا من الحاجة وانا عمالة اضغط عليه نفسيا فهو يعني بيبقى تعبان اكتر من الكلام اللي احنا عمالين نقوله اللي هو بنقصر مأديفه زي ما بنقول كده اللي هو كل شوية عمالة اديله في كلام سلبي بيخلي الطفل مهزوز وخايف اكتر تمام يبقى اننا ما عدش التاريق عليه كل شوية طيب الحاجة اللي بعد كده اننا يبقى فيه توازن في التعامل مع الطفل يعني اننا مش عمالة اضرب وزعق وتخانق ولا اننا عمالة حايل ودلع ودادي والكلام ده لا يبقى فيه توازن بين الحاجتين اننا انا بربي ابني على اننا بتكلم معاه وبشرح له الحاجة طب مفهمهاش ومعملهاش بالطريقة اللي انا عايزها ومصمم يعمل الحاجة الغلط او غلط فيه اساليب عقاب تانية غير الضرب وغير الزعي وغير الخناء والحاجات دي كلها تمام حاجة كمان اننا لازم ادي الطفل فرصة يعبر فيها عن حزنه يعني هو جاي مثلا من المدرسة زعلان عشان اصحابه حد ضربه حد تخانق معاه مش اول ما يدخل انت اكيد اتضربت النهاردة لا اسيبه ادي له فرصة يحكي هو ايه اللي حصل ادي له فرصة يقدر يعبر فيها عن هو حاسس بايه يعني ممكن يكون مثلا مش عارف يصاحب حد فيه حاجات كتير جدا احنا ما بنسمحش لولدنا يقولوها بسبب طريقة التعامل بتاعتنا فبالتالي الطفل بيبقى جبان قاعد في البيت خايف من ماما بيروح المدرسة خايف من المدرسة او المدرسة بيروح النادي خايف من الكابتن خايف من العيال طب انا دي كده بطلع طفل مهزوز شخصية مش يعني ضعيفة جدا تمام اه دي طرق التعامل كمان اننا دايما نستخدم كلمات تحفيزية بدل معملة اقول كلام انت اوعى حاسب مش عارف ايه لا ممكن اقولو ايه طب ما تيجي نحاول نعملها طب بص انا هبدأ اعمل معاك وانت بعد كده عملها لوحدك طب بص احنا هنروح المكان ده دلوقتي واعلمك تروح ازاي وجرب مرة تروح لوحدك كده لازم ادي كلام تشجيعي كمان ادي الطفل مهام يعرف يعملها مش اعمل له ادي له عشر حاجات ما يعرفش يعمل منهم اي حاجة واجه في الاخر اقولو ايه ما انا عارفة ان انت مش تعرف تعمل الحاجة منعارف ان انت ما بتعرفش تعمل اي حاجة وانك انت كده كده هتفضل فاشل طب دي برضو كلام مش حلو ادي له الحاجة على قده مش اعامل طفل لسه تمن ولا سبع سنين على انه واحد عنده خمسة وعشرين سنة اتعامل مع الطفل على انه طفل تمام ادي له حاجة تناسب سنه يعملها كمان ان انا اعود احكيله قصص عن الناس اللي هي اتصرفت بشجاعة حصلها ايه وكانت كويسة في ايه احببه في الصفة دي مش احببه في صفة الخوف اللي احنا بنعمله في اولادنا ان انا بخلي ابني جبان بان انا بعض انا اسفة في الكلمة اهزق فيه واهينه قدام اي حد ودايما باتريع عليه ودايما بحسسه ان هو قد ايه مش فالح في حاجة زي ما بيقولوا كده طيب ليه كده تمام انا ممكن اصبت انا سلوك ابني وازبط كل الحاجات اللي هو فيها دي بطريقة لو انا غيرت طريقتي لو انا كمربي غيرت طريقتي ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة الطفل الجبان ياريت نحاول كلنا نغير طريقتنا مع اولادنا وان شاء الله باذن الله نتقابل في الفيديو الجاي مع السلامة